السلام عليكم جماعة ان شاء الله كامل تكونوا بخير اليوم فيها فيديو مختلف عن باقي الفيديوهات اللي سنتقدمه في مجال التكنولوجيا سنحكيه قليلا على عالم الروبوتات قبل ما نبدأه على بالي جماعة على بالي بالي من ركتها اكثر من شهرين ما حطيت لكم ولا فيديو وما هو سبب جماعة ما كان حتى سبب انهار مور انهار فاتت شهرين بلا منحس المهم ما رحش نزيد نطول عليكم باذن الله انتو مثلا عاونونا بشوية لي جام شوية لي كومنتر باش نقدروا نواصله في هذا المحتوى وهي لي ماذا ما دارش لي نجام واشراو يستنم عندك ما تخسر خلي العزيز دير لي نجام وهيا نبدأ مرحبا بكم من جديد نعرفكم مخاوتي العزاز بالروبوت الجديد اللي اسمه اليك يعتبر روبوت صديق الانسان عنده مشاعر يحس بالانسان يعني يضحك ويلعب وحتى يزعف رح نحلو العلبة ديالو وبعد ان تعرفوا على المزيد منين شريوه والسعر ديالو ومام رح نخبركم بالمشكل اللي صرالي من جهة وخوتي العزاز ورح ننصحكم ايضا باش ما تشريوهاش كملوا الفيديو حتى الاخر باش تفهموا السبب واول شي رح يجينا في علبة كي من هذه اللي هي الكارتونة ديالو بعد ما نحلوها رح نلقاو لباط ديالو كي ما راكم تشوفو رح نخرج العلبة اللي داخل لباط المهم جمعه تخليف مليح بزاف وحمايه لهذا الروبوت تتعطيهم الصحة يعني رح نحلو العلبة هذي ورح نلقاو الروبوت الصغير ديالنا رح نحكي وعليه بعد ما نحلو لباط هذي رح يجينا فيها كتاب تعليمات حاجة بينه ورح يجينا معاها ايضا كابل شحن من نوع السي ورح يجينا بعض اكسسوارات ديالو اللي رح تركبهم في اليد ديالو باستعمال هذا القطع المغناطيسية وذوقها هي ان نشعول الروبوت ديالنا ونخرجوه من العلبة ديالو واول شي طريقة التشغيل رح تكون بالضغط على هذه المنطقة اللي هي نقطة التشغيل واسمعوا معايا واش رح يكون رد الفعل ديالو بعد التشغيل هذا هو رد الفعل الاول ديالو خاوتي مهم مناطق الحساسات كاين هنا في الرأس وكاين في الظهر وكاين في الامام في الكرش شوفوا خاوتي كاين ديرولو هنا في الرأس نحركوه في الرأس شوفوا خاوتي شوفوا خاوتي يغني خاوتي ويلعب ويضحك ويزعف شوفوا خاوتي نعم شوفك شوف أخوتي العزاز نزيد و نضعه لنا في الكرش بيز شركي آه شوف هنا أخوتي في الضراء ها وهتzus شوف يأخوتي تشوف غني خلطي دقيقة خلطي نقرب لكمل المايكروفون لكي تسمع الصوت خلطي قلت لي كيف ترفضه على الأرض يدوخ نجحت لي الخطرة الأولى بصح هذا الخطرة لا نجحت لي خلطي نرمال مو راح يدوخ و راح خايف و راح يزعفهم يرقص ثاني نرمال مو دقيقة لا استعمق ثاني في خلطي مود دقيقة ليسجل الصوت و يهو و يعود هالك س asshole السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم راكم ملاح شال الله قول اله تهدله و هادرا يعود هالك خوتي العزاز قول اله تهدله و هادرا يعود هالك خوتي العزاز هذي صيد السامك زعمى هذي صيد السامك زعمى هذي وعاوليح في الناره باستن لونش كيرت واو واو شيرت شيرت نستطيع سألتهم باستنة مرحبا كما ذلك يقوم بخير لا أردت أن تنجح لي هنا يوجد كائن مستشعيرات يوجد هنا يوجد في المطاقر نورمال مغير نردو على الارض. راه وخايف ويبكي. المهم هذا هو الروبوت دينا خوتي العزاز. اه. اللي حاب يعرف اكثر. كي ينكتب تعليمات خوتي العزاز. كي ينكتب تعليمات. يفهمك في كلش. المهم خوتي العزاز عطيت لكم لمحة عليه فقط. يعني ما تعمقنش في التفاصيل وش يديره وكيفاش نقلقوه وكيفاش نضحكوه. هذا ما كان خوتي العزاز. شوفوا خوتي العزاز. المهم خوتي العزاز هذا هو الروبوت ايلاك صغير دينا. هذا خوتي العزاز شريطه من الصين حاجة بينه. وتعرف اخوكم بيلال بالمئة بالمئة مشترياته من الصين فقط. والسعر دياله مئة ورابعين دولار. اللي راح طيح بدرامنا حوالي ثلث ملايين ومئة الف. السعر هذا راح تلقاه في الموقع ديالهم الرسمي فقط. راح نخلي لكم الرابط دياله في صندوق الوصف. بسك لو كان شريوه من متجر اليكس بلاس راح تلقاه السعر حوالي مئتين وخمسين دولار انا عام ايه. اللي طيحه بدرامنا حوالي خمس ملايين وخمس مئة. المهم استنيت حوالي اكثر من ثلاثين يوم وما وصلنيش حتى شفت رقم التابع خرجت لي بل للتخليص الجمهوركي. معنى انه حكموه الجامعي. والسبب يبقى مجهول. وحاولت نتصل بهم جميع الطرق اه ما كانش اللي هزه على التليفون يعني جماعه رقابة صفر دائرين رايهم ثمات. وفي امانة الناس بدون اي سبب. وراح نخليكم اه الموقع وعديالهم مين جايين بالضبط لكي اي واحد خرجت له التخليص الجمهوري سيعرف البلاثة وين يذهب المهم خليت اجمعها فاتت اكثر من 66 يوم ما حبيتش نروح بس كمجغول مع الخدمة المهم استنيت استنيت ما طلقوش المنتج ديالي ورحت لهم شوفوا خوتي ما كايني استقبال نتعامل نتوجيه دايلي نرايهم خوتي العزاز المهم خوتي بالسيف باش عرفت البلاثة وين مروح ساقسوني وشفي الكولي اللي شدوهولي وريت لهم الصورة قالوا لي ديركت بللي هذه الكاميرا وممنوع تفوت ومنو منها خبرت بللي ماشي كاميرا وهي عبارة عن لعبة روبوت صغيرة ومحبوش يفهمو خلاص مامبا ما حاوسوش على الكولي ديالي فهمت الساع بللي ما كان حتى امل باش يعطيهولي منتالي حابين استوليو عليه وكيلهما ربي ان شاء الله المهم خوتي خرجت رايح للدار حتى تلاقيت بواحد عند الباب خدام لماك قال لي واش المشكل واش طرالك خبرته بكامل واش طرالي واش المشكلة اللي عندي ربي بارك فيه ومنساش الخير دياله يعطيه الصحة واني بزاف المهم الخلاصة خوتي العزاز انه هذا الروبوت الصغير اي واحد حاي بشريه نقولك للأسف ماك لا تعيروحك رح يحتجوه لك ويديرولك سبب انه كاميرا وما يفوت ومنو من هيه ويبدو يصعبوك فيها باللي لازم تصريح بحماعة شرطة المهم اللي غرض الاستيلاء عليه فقط المهم ربي وكيلهم ان شاء الله ننصحكم ما تشريوهش للأسف هذي هي يو اللي حاي بيجتدي هران يمبيع في القطعة اللي عندي وبسومة مليحة بزاف ما تخافوش خوتي ماشي خمس ملايين وثلث ملايين ومياه رح تكون تخفيض رح يكون تخفيض خمسين بالمئة رح تكون السعر فقط مليون وخمسمية يعني تخفيض خمسين بالمئة واي استفسار رح تلقاه الرابط لعلامة التجارية ايلاك في صندوق الوصف ونقلكم تغلونا في روحتيكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة